بس بقى في حاجتين لازم اقوله. اول حاجة طبعا يعني في شخص اما يعني في القناة قال كلمة انا سمعته ودقيت جدا بس ساكت. يعني الحد الحمدلله ما ربنا يكرمنا كده فبرد عليه بقول له. قال لك انا فرحتي لما النادي الاهلي بيخسر اكتر فرحتي من فرقيه بيكسب. انت متخيلة واصل احد فين الغيل. ايff ده. او الله. فانا بقول هولو بقى الوقتي. اه هسأ معا فرقتك وافرح فرقتك مليكش دعو بالنادي الاهلي. النادي الاهلي ده نادي كبير قوي قوي قوي. احنا فرحانيني النادينا واحد لما ننتهي النادي من النادي الاهلي ده وفرحان للنادي الاهلي بس بغد النظرة عن اي نادي تاني. اي بتاني. ركز مع ناديك بس وحب ناديك مليكش جاي عromagnديها التانية. النادي الاهلي كبير اوي 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 وفوقه ما تتخيل. طبعا. وما فيش حد هيوصل لمكانة النادي الاهلي مهما عمل. طبعا. وكل ما قال لك في التخطيب في فتاح للقناة قال لك اشتغل على نفسك وما تبصش لغيرك. فانا بقول هالو. بقول هالو اكيد هو كلام هيوصل. اشتغل على نفسك واشتغل وحب ناديك وكبر في ناديك. ما يشتغل بالنادي تاني خالص. النادي الاهلي ده في حتة بعيد خالص عن حتى انه ممكن توصل بنظرك لها. ايه. قال فبروك النادي الاهلي مرة تانية. والنادي الاهلي كبير ويفضل كبير. مع الاعتزار لكل الاحترام لكل اندية النادي الاهلي في مكانة تانية خالص يا جمعة. الحمد لله رب العالمين زي مالك.